السلام عليكم مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد اليوم ان شاء الله هنحضروا مع بعضيتنا وصفة مسمى بريوش في الفران كي يجي رائع كيفما كتشفوله في المنظر وأيضا لف الطعم الطبقات دياله مفروقة وفي نفس الوقت مقطن ورتب وصفة رائعة كيفما قلت كنت منها ان شاء الله أنكم نجربوها أو تجيبكم ونطلقوه ان شاء الله باش نبدو بالمقادر بتحضير هاد المسمن البريوش غنحتاجوا 700 كرام ديال الدقيق الأبيض الممتاز الخاص بالحلويات نصف لتر من الحليب الدافئ غنحتاجوا أربعة ديال المعارق كبار ديال سكر الخشين أو سنيدة ملاقة كبيرة ديال خميرة الخبز ربعة ديال المعارق كبار ديال الزبدة الطرية تكون في حرارة المطبخ أيضا واحد نصف ملعقة صغيرة ديال الملح الخطوة الأولى غنضيفو الحليب الدافئ لوحد القدر غنضيفولو الخميرة الفورية الخميرة اللي عندي أنا الحبيبات دياله كبار فضروري مندوب قبل ما استعمله غنضيف أيضا السكر الحليب كيف ما قلت دافئ يعني غيدوب لهاد الخميرة هدي وأيضا غيدوب السكر ماشي سخون بزاف فقط دافئ غنضيف واحد الملعقة ديال الفاني طبعا ممكن تستعملو ساشي أو ملعقة صغيرة ديال السكر منسم بالفانيلا ونحرك مزيان حتى نحس بأن هذه الخميرة تفاعلت دابت وتفاعلت مع الحليب الدافئ في البول ديال العجانة أضفت الدقيق والملح ونخلط هذا الخليط هذا تقريبا واحد نصف دقيقة ونبدأ بإضافة الحليب اللي يضفت له طبعا الخميرة والفانيليا والسكر ونضيف بشوية بشوية حتى نحصل على واحد العجين اللي كيكون رطب كيف ما كتشوفه بقي شوية ديال الحليب التحت ولكن كنزيده في العجانة يعني بسرعة حتى كيندامج الخليط ديال الحليب جيدا مع العجين بعد تقريبا واحد سبعة ديال الدقائق ديال ذلك في العجانة طبعا ممكن تعملوه باليد بكل سهولة تجنوه باليد كيصبح العجين ديالنا هو هذا كيكون أرتب وفي نفس الوقت مشي كيتل السق ونضيفه نصف كيمية الزبدة في حالة المطبخ ونعجنه حتى تندمج هذيك الزبدة تقريبا كاملة مع العجين عاد نضيفه النصف الآخر ديال الزبدة من بعد ما اندمجت الزبدة جيدا مع الخليط مع العجين ديالنا سوف نحيده من العجانة كنحصل على واحد العجين كيكون نرتب خفيف ونفس الوقت ما كيتلسقش في اليدين وناخد واحد الكيمياء ديال زيت النباتية تقريبا واحد خمسة ديال المعالق كبار وناخد واحد الكيمياء من هذك الزيت غندهن به واحد الصينية او طبس الكبير او القصعة ونشكل كويرات صغيرة من هذي العجين هادا من الاحسن انكم تشكلهم صغار بزاف وتعملو هاد البريوش مسمن يكون صغير لان انا غنعملوه واحدة في قلب واحدة او في الوسط ديال الوحدة انا عارفين بان المسمن الحلوك يبغي يكون صغير الحاجة الحلوك ستكون صغيرة لا يوجد اكس الحاجة الملحة او المعمرة بالحال الحاجة الملحة غندهن هاد الكبيرات هادو بالزيت النباتية غد نغطيهم بواحد الكيس بلاستيكي وايضا واحد المنديل ونخليهم حتى يرتاح العجين جيدا وتقريبا يتضعف الحجم دياله لما نخليوه شي يخمر بزاف غيت يبدي تتفقصة في اندو نشكلو في العجين ديالنا لانه طبعا باقي غدي غنشكلوه من بعد نخليوه يرتاح وغنشكلوه المرة الثانية يعني ما نخليوه شي يخمر بزاف باش ما يخسرش القوام ديال هاد المسمن هادا بالنسبة للحشوة انا استعملت واحد القرقع كان عندي عملته في عشورة معسل بالكاراميل كنت حضرته معاكم ان شاء الله هنخلي لكم الرابط دياله اسفل الفيديو كان عندي فستعملته طبعا ماشي ضروري انكم تستعملوه ممكن تستعملوا اي نوع من المكسرات المطحون مع شوية ديال السكر والفانيليا غن نحتاجه تقريبا 150 كرام ديال الزبتة الحيوانية وايضا واحد الكيمياء ديال الزيت النباتية اللي غدي نورقو بها غن دهن سطح العمل بشوية ديال الزيت النباتية غن ناخد كرة ديال العجين غادي نبسطى فوق سطح العمل حتى تولي شبه شفافة يعني كي يبان لسطح العمل من خلال العجين كنستعملوه للتورق فقط الزيت النباتية كيف ما عارفين حتى كنحصلوا على العجينة اللي كتكون رقيقة بثاف عاد ندهنوها بالزبدة من الأحسن أنا نستعملو الزبدة الحيوانية ما نستعملوش المارغارين أبدا لأنها في حالة المعجنات هادو كتجي لده فيهم طبعا من الزبدة فإلا استعملنا المارغارين ما عايجيش غادي غال عجينة يعني ما عايجيش واحد طعم زوين هناي غن نعمل من بعد ما اطلقت العجين دهنته بالزبدة غن نعمل واحد الكيمياء ديال الحشوة وغن طوي وكل طيق ندهنو بزبدة ونرشو بقليل من المكسرات بالنسبة للحشوة كيف ما قلت ممكن استعملو اي نوع من الحشوة أبغيت وماشي ضروري تعملو هاد الحشوة هادي إلا أن هاد الكرقع هاد الكراميليزي اللي كنت حضرت معاكم مطحون كي جيزوين بزاف هاد المسمن هادا فإلا توفر استعملوه ما توفرش استعملو اي نوع من المكسرات كيف ما قلت تحنوه معا السكر وممكن استعملو حتى القرفة او ممكن تعملو شوية ديال الروح ديال اللوز مع هاد المكسرات او شوية ديال اللواني اللي بغيتو من بعد ما كملت نصف الكيمياء ديال هاد الكويرات هادو بالتعمار يعني عمرتم بالحشوة نصف ديال الكيمياء ديال الكورة ديال العجين غنستعملوها للمرحلة تانية يعني غنطويو عفوان غنطلقو الكورة ديال العجين جيدا بالزيت وغنوضعو فوق منا هادك المربع الاول المعمر وغنطويو بالنسبة للكورة التانية ديال العجين كيبقى لكم اختيار انا غندي هنا بالزبدة واحد شوية دهنتو بالزبدة ورشيتو بالحشوة واحد الجوز دهنتو بالزبدة او ما رشيتوش بالحشوة باش ما تتخرجوش هادك العمارة في حال هكذا فتشبه كيبقى لكم الاختيار ممكن تخليوها في حال هكذا يعني ما فيها والو غير الزبدة او ممكن نضيفو اشفية ديال الحشوة من بعد مسارية الكيمياء كاملة ديال العجين غناخد هادك المربعات اللي دبا فيهم جوج ديال الكورات ديال العجين وغنشكلو فعل هكذا على شكل دائري كنجمع الاطراف نحو الوسط وكنقلب وكنحصل على شكل دائرة في حال هكذا عندي واحد صينياء ديال الفرن عندي جوج صينيات ممكن تدهنهم شوية ديال الزبدة او ممكن تغطيهم في حال يمنت انا بورق الطبخ او ورق المطبخ بابيسو الفريزي ثلاثة ديال الصينيات لانني عملتهم كبار ممكن تصغروا العجين وتعملهم صغير ورين كيجيوا احسن في الشكل ولكن الى كنتوا مزروبين في حالي ممكن تعملهم كبار في حال هكذا عندي هنا اصفر ديال جوج بيضات ضيفتل واحد ملعقة صغيرة ديال الفانيليا وغادي انتهن وجه هاد هاد نسم من البريوش من الاحسن انا نخلي واحد يخمر واحد نصف ساعة قبل ما نطيبوه الفران شعلته على درجة حرارة 350 فرنهايت او 180 سلسيس وغندخلوه تيت حمر مزيان كيف ما شفتو هاد انا من بعد ما دهنتوا باصفر البيت وضعت علي هذيك الحشوة اللي شاطلي من فوق او ممكن تتعملو اللوز ايفلي او الكوكاو محمر و هرمش او ممكن تخليهم هكذاك حسبيا دهنوهم بالناباج وضعينوهم بشوية ديال السكر في حال اللي عملت اه مهم انا نوعت كيف ما كتشوفوه من بعد ما طابوك نخليهم يبردوا واحد خمسة ديال دقائق قبل ما نقطعوهم من الاحسن ان نقدموهم هكذا سخانين يعني نخرجهم الفران نخليهم يرتاحوا خمسة ديال دقائق ونقدموهم كي يجيوا رائعين فعلا مع الكاس ديال القهوة او في الكوتة ديال اليشية واحدة نسمى البريوش فعلا رائع هذو كاملين بعد ما طيبتم كيف ما كتلاحظو هنا يا كيف ما كيجيوا من داخل مقطنين ارطبين وفي نفس الوقت طبقات ديالهم مفروقين التزيين والحوشوه كيف ما قلت كيبقى لكم ولا حسب الموجود عندكم ولا حسب الضوق ديالكم كانتمنى الفيديو ديال اليوم يكون اعجبكم واستفتوا منه كانتمنى انكم تجربوا هذ الوصفة هذي وتعجبكم وتعجبوا لذاتكم والعائلة ديالكم نقول لكم شهية طيبة وان شاء الله نتلقاوه في الفيديو القادم السلام عليكم